الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل رجحت وزيرة الخزانة الأمريكية جاني تيلين تصويت الكونغرس على رفع سقف الديون في نهاية المطاف لمنع حدوث أزمة اقتصادية وحذرت لين في مقابلة مع وكالة أسوسي شد بريس من تسبب التخلف عن السداد بكارثة في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مشيرة إلى أن الإجراءات التي جرى اتخاذها ستوفر وقتا للحكومة الفيدرالية للعمل حتى شهر جوان المقبل ودخلت الإدارة الرئيس أو إدارة الرئيس الأمريكي والمشارعون الجمهوريون في خلاف حول كيفية زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض القانوني بعدما تجاوزت الحكومة الأمريكية الخميس الماضي الحد الأقصى البالغ 31 تريليون دولار من التجون من جهة أخرى تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بإجراء مناقشة مع رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي بشأن الديون الأمريكية وقال بايدن خلال فعالية جامعته بعدد من رؤساء بلدية المدن إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من ناحية المالية في الولايات المتحدة ولم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثته مع الجمهوري ماكارثي الذي عين حديثا رئيسا لمجلس النواب ويريد ربط تصويت لرفع سقف الديون بتخفيضات الإنفاق الحكومي اتفق أعضاء مجموعة السبع على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي شهر مارس المقبل واتفقت مجموعة السبع لتوى الاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر الماضي على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية مثل الديازل وزيت الوقود في الخامس فبريل المقبل حذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الأحد من تداعيات فك الارتباط بالسوق الصينية على كبريات الاقتصادات الأوروبية ليندنر وفي مقابلة مع صحيفة فيلت أوم زونتاج الألمانية دعا إلى تقليص اعتماد بلاده على الصين تدريجيا وإلى توسيع التعاون نحو أسواق أخرى خلال السنوات والعقود القادمة وتواجه أوروبا مخاوف من الاعتماد على المنتجات الصينية فيما تتخوف من انتعاش قوي للسوق الصينية قد يفاقم أزمة الغاز لديها سجلت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين أكبر ارتفاع لها منذ شهر أوتا الماضي وذلك قبل الاحتفالات بعيد رأس السنة القمرية الجديدة في أنحاء آسيا وارتفعت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 2% لتصل إلى 22 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى لها منذ الثامن عشر أوتا الماضي لتراكم مكاسبها القوية المحققة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ختم الموعد الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة عبر منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعة عبر الموقع الإلكتروني في قناة الجزائر الدولية في أمان الله اشتركوا في القناة